موسيقى طابت توقاتكم مشاهدين هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق والبداية بالعناوين قائد المقاومة الوطنية يؤكد أن تحرك ألوية العمالقة إلى شبوى سيحدث تحولاً فيما يدين المعركة ضد ميليشيات الحوثي موسيقى تقارير تؤكد سعي ميليشيات الحوثي لإعداد جيل من المتطرفين عبر المناهج المدرسية والمزارعون في أبيان يتجهون إلى استخدام منظومات الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية موسيقى أعلن التحالف العربي تنفيذ 22 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأوضح بيان للتحالف العربي أن عملياتها أدت إلى تدمير 15 آلية عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية كما أدت عمليات الاستهداف إلى إلحاق خسائر بشرية في صفوف تلك الميليشيات تجاوزت 150 عنصراً قال قائد المقاومة الوطنية العميدة الروكن طارق صالح إن تحرك قوات من ألوية العمالقة إلى محافظة شبوى سيحدث تحولاً في ميادين المعركة ضد المشروع الإيراني جاء ذلك خلال زيارته اللواء الثاني من حراس الجمهورية في محور البراح بمحافظة تعز فكان النتائج هذا التخطيط وعادة التموضع هو تأمين جبهة الساحل الغربي تأمين ممرات الملاحة الدولية تأمين باب المندب تأمين قواتنا وترتيبها وعادة انشارها وإخراج احتياطي قوي للمشاركة في أي جبهة لأنه لدينا مخزون ولدينا قوة فائضة هذه القوة التي جمدها اتفاق ستوك هول وكانت على أبواب الحديدة كان بقائها خطراً عليها بذلك الانتشار السابق لأنها بموجب الاتفاق لا تستطيع تحرير الحديدة ولا تستطيع أن تشعل معركة كبرى في الحديدة ولكن العدو كان يتربص بهذه القوات ويريد اختراقها وتقطيعها والسيطرة عليها حرمناه من هذا الشيء وامتلكنا احتياطي قوي وتحركناه شرقاً لله الحمد على هذه الرجال وهؤلاء الأبطال وهذا التحرك المبارك إن شاء الله سيحدث تحولاً في ميدان المعركة وفي ميازين الحرب كما أكد العميد طارق أن شبوى ستكون على موعد مع التحرير بدعم من دول التحالف العربية تحية لأبناء شبوى وموعدهم مع التحرير إن شاء الله على أيدي الرجال والأبطال وبدعم من أخوتنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية الذين قدموا الغالي والنفيس لدحر المستعمر الفارسي الدخيل على بلادنا قدموا المال والرجال وضحوا بأبطالهم وأبنائهم من أجل كرامة وعزة اليمن استهدفت ميليشيات الحوث موقعاً لقوات العمالقة في معسكر خمومة بمديرية مرخ السفلة في محافظة شبوى وأكدت المصادر سقوط عدد من الجرح والشهداء في صفوف قوات العمالقة الجنوبية جراء الاستهداف وكانت وحدات من العمالقة قد تسلمت المعسكر من القوات الحكومية قبل ساعة من وقوع الهجوم في تكرار لسيناريو قصف مطار عطاق الدولي هذا وتشهد محافظة شبوى تحولات عديدة يؤكد مراقبون إنها بداية مرحلة جديدة من التعافي والتحرر من ميليشيات الحوثي والقضاء على الفساد والإقصاء الذي شهدته المحافظة على مدى ثلاثة أعوام مضت العمالقة في محافظة شبوى اختصار لتحولات القادم ومعركة النصر القادمون من الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي جاءوا يحملون معهم آمال اليمنيين للخلاص من ميليشيات الحوث الإنقلابية حتى أضحو حديث الناس في كل مكان لأنه باختصار هم صناع النصر تزامنا مع ذلك يصل محافظ شبوى عوض العولقي إلى مدينة عطاق لمباشرة مهامه قال العولقي إنه سيبذل قصار جهوده لخدمة المحافظة وأبنائها والعمل على استعادة مكانة شبوى شبوة التي عاشت ثلاث سنوات من الإقصاء والفساد والملاحقات والاغتيالات وعديد ممارسات تحررت منها بعد الإطاحة بمحمد صالح بن عديو أهي انفراجة في المشهد إذن بمحافظة شبوى تؤكد مصادر سياسية أن ثم تتحولات على صعيد المعركة الميدانية في المحافظة وعلى قدم وساق تسير الترتيبات العسكرية لبدء العملية العسكرية لاستعادة مدريات بيحان وعين وعسيلان التي سقطت نهاية سبتمبر الماضي بعد معارك محدودة مع القوات الحكومية التي تقودها قيادات من حزب الإصلاح لم تستمر حتى لساعات التحولات هذه لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب إنما تمتد إلى كافة الجوانب الأخرى يعول السكان بحسب المصادر على المحافظ عوض العولق لإحداث تغيير وإنهاء حالة الإقصاء والتفكك التي سادت المحافظة على مدى الفترة الماضية سيما وأن المحافظ يحظى بتأييد شعبي وقبلي كشخصية جامعة ودعم من قبل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي يساعده كثيرا في لملمة الشمل داخل المحافظة والعمل على إيجاد الخدمات التي ينادي بها السكان وإصلاح ما أفسده الإخوان في المحافظة يترقب الشبوانيون كل هذه التحولات ويقولون إن المحافظة دخلت مرحلة جديدة تنص على التعافي والتحرر من ميليشيات الحوثي التي تبخرت أحلامها وأحلام الإخوان في محافظة شبوة أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك دعم الحكومة للقوات المشتركة والمقاومة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من ميليشيات الحوثي وخلال اجتماع مع قيادة محور الضالع وعدد من قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية في المحافظة أشعد رئيس الوزراء بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في إسناد المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا حتى تحقيق الانتصار أكدت مصادر تعليمية أن ميليشيات الحوثي تعمل على تكريس مفاهيم التطرف والعنف بين طلبة المدارس من خلال فعاليات تهدف لتجنيد واستقطاب صغار السن والمراهقين وفق منهجها المستمر ببث روح التطرف بين الملايين من طلبة المدارس في مناطق سيطرتها دأبت ميليشي الحوثي الانقلابية على تكريس مفاهيم التطرف والعنف بين أكثر من ستة ملايين في مرحلة التعليم الأساسي مصادر تعليمية يمنية نبهت إلى أن المناهج الدراسية الجديدة باتت تكرس العنف وتحث عليه إلى جانب تكريسها للفكر السلالي المتطرف وأن فعاليات ما يسمى أسبوع الشهيد حولت مدارس المناطق الخاطئة لسيطرة الانقلاب إلى معسكرات مفتوحة للتدريب على السلاح وحث الصغار على الالتحاق بالجبهات معلمون ومعلمات في صنعاء ذكروا أن ميليشي الحوثي كرست مناسبة ما يسمى أسبوع الشهيد لتجنيد المزيد من طلبة المدارس حيث ألزمت بموجب توجيهات القيادي المدعو قاسم الحمران المعروف بتطرفه المذهبي والسلالي وجهت كل المدارس بإقامة الفعاليات وألقاء الخطب وتنظيم عروض مسرحية تمجد قتل الميليشيات وذلك وسط تركيز على المدارس الكبيرة وذات الكثافة الطلابية لتنفيذ تلك الأنشطة بالتزامن قالت نقابة المعلمين اليمنيين أنه تأكد لديها قيام ميليشي الحوثي الإنقلابية بوضع صورة للطفل قتل في صفوفها غلافا لمقرر مادة اللغة العربية للصف السادس وهي خطوة تسعى الميليشيات من خلالها وبحسب النقابة إلى تغيير وعي الأطفال وأفهامهم أن نجاح ليس بمواصلة الدراسة بل بالقتال في الجبهات وحذرت النقابة من أنه إذا لم يتم فعل شيء للحد من تأثير هذا التلقين العقائدي ستمضي أجيال من الشباب نحو مستقبل يكون فيه أعلى تطلعاتهم في الحياة والموت في الحرب مما سيزعزع استقرار اليمن والمنطقة لأجيال قادمة داعية الجميع في الداخل والخارج لمنع هذه الأفكار من التسلل للمناهج والمدارس اتجه بعض المزارعين في محافظة أبيان إلى تركيب منظومات الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية وري المحاصيل الزراعية حيث ستساهم عملية الرأي بالطاقة الشمسية في استقرار العمل الزراعي التي تعد من أهم مصادر دخل سكان المحافظة يواجه المزارع في محافظة أبيان صعوبات عدة في عملية الرأي أبرزها ارتفاع سعر مادة الديزل التي يعتمد عليها المزارع بشكل خيسي بما دفع بالبعض إلى تركيب منظومات الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية وري المحاصيل الزراعية تعد الطاقة الشمسية الملقى أو الملاذ الذي يستنقض به المزارعين في هذا التوقيت فوفرت لهم شيء كبير جدا وهي عملية توفير دبت الديزل التي وصل لها سعر الديزل إلى 30 ألف في بعض الأوقات لهذا نريد أن تتركب طاقات شمسية للمزارعين ولا أقصد بهم سقر المزارعين الذين تعرضوا لصدمات قوية جدا لنتيجة لعدم قدرتهم على الشراء وبما أن الوغود اللازم لتشغيل المضخات أصبح شحيحا ومكلفا للقايا بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بدأت الطاقة الشمسية تستخدم في عملية الري بشكل كبير إلا أن تكلفتها المالية تعد أكبر عقبة أمام المزارع الذي صار ينتظر نصيبه من المنظمات المانحة التي تقوم بتقديم بعض المنظومات الشمسية للمزارعين ركبنا الطاقة الشمسية من قلاء الديزل تسهل لك العمور في الزراعة تسهل لك العمور في باقة الحاجات مثلا مع ارتفاء الديزل الآن وصلت دبة كما أطلق إلى 30 ألف 23 ألف الطاقة الشمسية صح أنها بمبلغ مرتفئ بس سهلت معاك العمر في الزراعة من شأن نستمر في زراعتنا نستمر في مهارتنا دعم المنظمات في الطاقة الشمسية يجب أن توزع إلى مواقعها الحقيقية لأننا نلاحظ أن هناك تقسيم غير عادل يعني مناطق تستلم فوق طاقتها أو أن يحولوا لها بشيء ما فوق طاقتها لأغراض أخرى لأغراض أن تروح لصالح فلان أو علان من الناس أو تباع بصورة أخرى ونحن ندعي هذه المنظمات أنها تعمل عمل سليم وعمل يخدم المزارعين وتعد أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية من التقنيات الحديثة قليلة التكلفة وصديقة للمناخ ومتاحة لكبار وصيقار المزارعين إلا أنه يجب إدارة وضبط هذه الأنظمة بدقة لتجنب خطر الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية لقناة الغد المشرق أثمان عامر أبيان النشر مستمرة وفيها بعد الفصل اختتام برنامج تدريبي لرفع الوعي السياسي للشباب بحضر موت من جديد أهلا بكم ناقش محافظ حضر موت اللواء فرج البحث مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بساحل حضر موت المتغيرات في سعر الصرف وتفعيل دور الرقابة على الأسعار في السوق المحلية البحث نوجه بتكثيف النزول الميداني إلى المحال التجارية والأسواق لمراقبة مدى التزامها بتخفيض أسعار السلع وتنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات في تنفيذ الحملات بما يضمن للمواطن حقوقه ويحمي حياته ومعايشته اختتم بمدينة سيئون برنامج رفع الوعي السياسي للشباب بمحافظة حضر موت ويهدف البرنامج إلى تثقيف وتوعية الشباب بحقوقهم في منظومة التشريعات والقوانين الوطنية والدولية لأجل مشاركة فاعلة في المشهد السياسي شباب ناشطون من مختلف مديريات وادي وصحراء حضر موت يتدربون بسيئون في مجال رفع الوعي السياسي للشباب بمحافظة حضر موت المراحل القادمة إن شاء الله ستكون أكثر جرعة في مسألة تعزيز المشاركة السياسية للشباب ستكون أعلى رتما في مسألة نوعية البرامج خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة يتلقون تدريبات حول أنظمة الحكم والسلطات ومهارات التفاوض والحوار جلسات الدورة استمرت على مدى ثلاثة أيام تضمنت نقاشات عدة حول برامج الأنظمة السياسية والحكم تساعد الشباب على معرفة الحقوق والواجبات القانونية نحن نفتقد للبرامج التوعية السياسية خاصة في الوقت الراهن نحن نقول أننا جهل في فهم المناخ السياسي وفهم ما يدور في الساحة السياسية مثل هذه الدورات ترفع الوعي بشكل عام وتناقش مع السلطات يكون عندك وعي كامل في الحقوق والواجبات في إطار مديريتك برنامج هادف الشيء الجميل والملفت في هذا البرنامج أنه استهدف جميع مديريات وادي وصحراح ضرموت وكذلك تم اختيار نخبة من الشباب المتميزين البرنامج النوعي يهدف إلى خلق قيادات شابة تنخرط في العمل السياسي قيادات قادرة على الإسهام في تنفيذ مبادرات متنوعة في مديرياتها بهدف البحث عن حلول تعالج الأوضاع الراهنة في البلد محمد بحفين الغد المشرق سيئون أما الآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا كشفت منظمة الصحة العالمية أن متحوري دلتا وأوميكرون من فيروس كورونا يتسببان بما وصفته بتسونامي في إصابات كوفيد-19 وقال مدير عام المنظمة جيبريسوس أن الوقت قد حان لتجاوز المصالح القومية وتطعيم 70% من سكان العالم داعيا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع وأضاف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدي إلى نقص في اللقاحات لدى البلدان الفقيرة حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في غرف الرعاية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد-19 لم يتلق الجرعة التنشيطية من اللقاحات وقال جونسون خلال زيارة لمركز تطعيم ضد كورونا إن المتحور أوميكرون ما زال يسبب مشاكل حقيقية حيث يتسبب بزيادة الحالات في المستشفيات كما دعا الناس لتوقف الحرص أثناء احتفالهم ببداية السنة الجديدة بعد أن قرر عدم فرض قيود أكثر صرامة في إنجلترا للحد من انتشار الفيروس نهاية النشرة تذكيرا بأبرز العنوين قائد المقاومة الوطنية يؤكد أن تحرك ألوية العمالقة إلى شبوة سيحدث تحولا في ميادين المعركة ضد ميليشيات الحوثي تقارير تؤكد صعي ميليشيات الحوثي لإعداد جيل من المتطرفين عبر المناهج المدرسية والمزارعون في أبيان يتجهون إلى استخدام منظومات الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهر أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة